التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي التزام الدولة بالعمل بشكل كبير في مشروعات بسيناء تعود بالخير على جميع المصريين وخلال تناوله الإفطار الجماعي مع مجموعة من شيوخ قبائل سيناء ورجال القوات المسلحة شدد الرئيس السيسي على أهمية دور شيوخ القبائل مؤكدا دعم الدولة لهذا الدور كما أشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة لن تسمح لأحد برفع السلاح مرة أخرى خارج السلطات وستتم مجابهته بشدة كبيرة لافتا إلى أن الدولة دفعت ثمرا كبيرا في حربها على الإرهاب لاستعادة سيناء مكانتها قام الرئيس السيسي بتفقد الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب وذلك للإطمئنان على الحالة المانوية والأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفيذهم لمهامهم ورفق الرئيس السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة أسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة هذا وأثنى الرئيس السيسي على الاستعداد والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة معربا عن تقديره لجهودهم وضطحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه كما توجه الرئيس السيسي إلى مركز العمليات الدائمة لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لمتابعة الحالة الأمنية واستمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتحقيق المناخ الآمن بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في مدن سينا والتقى الرئيس السيسي القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتل قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيشين الثاني والثالث الميدانيين حيث أشهد الرئيس السيسي خلال اللقاء بالجهود المفذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن هذا وكرم الرئيس السيسي عددا من أبطال القوات المسلحة على هامش تفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة لتميزهم ولمشاركتهم في عدد من المداهمات للقضاء على العناصر الإرهابية وليكون تكريمهم حافزا ودافعا قويا لهم لاستكمال المسيرة كما قدم مجموعة من شيو قبائل سيناء هدية تذكارية إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكر انتصار العاشر من رمضان نفعت وزارة الداخلية ما تم تداوله بمقطع فيديو بإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجاوزات من الجماهير بإحدى مباريات كرة القدم والتي أقيمت باستاذ القاهرة أمس السبت وأضافت الداخلية في بيان أن بالفحص تبين أنه تم تركيب مقطع صوتي قديم منذ عام 2013 على مقطع فيديو تم تصويره من داخل الاستاذ مشددة على أن المباراة لم تشهد أي تتجاوزات وقالت الداخلية أن الواقع جاءت في إطار محاولة جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة وتشويه صورة جماهير الكرة المصرية وإحداث الوقيعة بينهم مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي المقطع المشاري إليه بحث الرئيس الفرنسي إمانوال مقهان مع نظيره الأوكراني بلودمير زيلانسكي خلال اتصال هاتفي الجهود الدبلوماسية التي يتعين بذلها لتنظيم قمة سلام وناقش الرئيسان الوضع العسكري في أوكرانيا وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الرئيس مقهان أكد دعمه لأوكرانيا لوضع حد للعملية العسكرية الروسية من جهته أوضح بلودمير زيلانسكي عبر تطبيق تليجرام أنه بحث مع نظيره الفرنسي الخطوات التالية لتنفيذ خطته للسلام المؤلفة من عشر نقاط قال الرئيس الأوكراني بلودمير زيلانسكي أن تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يكشف عن إفلاس تام للمؤسسة الدولية على حد تعبيره وقال زيلانسكي أن الوقت قطحان لإجراء إصلاح شامل للمؤسسات العالمية ومنها مجلس الأمن هذا وحثت الولايات المتحدة الخميس روسيا على التصرف بشكل احترافي عندما تتولى هذا الدور قائلة أنه لا توجد وسيلة لمنع موسكو من تولي المنصب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر